موسيقى موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم مشاهدين ومشاهدين قناة سمى الخليج ومرة أخرى ومن إمارة أبو ظبي وكما عودناكم عزائي المشاهدين في كل حلقة أن نستضيف لكم نخبة النخبة من أبناء هذا الوطن رحبوا معي عزائي المشاهدين بضيفي وضيف حلقتكم لهذا الأسبوع مع رجل الأعمال الأستاذ كمران محمد صاحب ومدير عام مطعم ومشاوي دبي للكباب الخاص في إمارة أبو ظبي وله أكثر من 35 عاما في هذه الدولة دعنا عزائي المشاهدين نتعرف على ضيفهم ونعرف سبب تميزه بالبداية السادة أبو محمد أصعد الله وقاتك يا سيد السلام عليكم السادة أبو محمد بالبداية لو أردنا أن نعرف السادة المشاهدين بحضرتك من هو كمران محمد بكل بساطة أين ولدت وكيف كانت البداية والانطلاق في حياتك طفولتك نشأتك كيف كانت نعم أنا كمران محمد موليد خور دخلنا الدولة تولى بعمرك سنة 1985 تفولتي والله دخلنا الدولة ودرسنا يعني سنتين دراسة بعد الدراسة بدينا بالعمال الحر وعمال التجارة والحمد لله يعني ربنا وفقنا لما نبدأ بالشغل وبدأنا بالمتعم والحمد لله إلى اليوم يعنينا الشغالي في المتعم نعم نتكلم منه متى تم تأسيس هذا المطعم يعني وسبب اختيارك لدولة الإمارات العربية المتحدة وكينك للك دول كثيرة متاحة في الشرق والوسط يعني تحديدا لماذا دولة الإمارات والله لأن سمعنا كل الأخبار وطيبة وسمة الخير من الناس خصوصا المواطنين الطيبين وكلهم متواضعين حتى شيوخنا الكرام الله يحفظهم تأسيس المتعم في سنة تقريبا ثمانية وتسعين نعم ثمانية وتسعين يعني حدود اشرين أو واحدة وعشرين سنة والحمد لله يعني اشتغلنا بالجهد اذا رب وتوكلنا الله سبحانه وتعالى ووفقنا لهذا اليوم نعم السيد محمد يعني هناك منافسة عالي وشريفة في مجال المطاعم في دولة الإمارات العربية المتحدة نعم يعني كيف تجد نفسك في مجال المطاعم والله في المتعم أو في أي شغل وليس للإنسان إلا ما سعى فإن سعيه سوف يرى وكل شيء لما أنت تجتهد وتشتغل وتوكل الله سبحانه وتعالى هذا أهم الشيء ربنا بيسهل بيسهل عليك وتقدر يعني تعطي في أحسن شيء للزبائن نعم وفي مجال الشغل خصوصا لو تمشي الساحة مع الناس ربنا بيفتع عليك وإن شاء الله بيكون سمتك سمت الكويسة عند الناس نعم كل منشتهد نصيب أستاذ أبو محمد يعني نتكلم عن أبرز الخدمات اللي بتقدمها من داخل المطعم ومشاوي دبي للكباب دول بعمرك نانو يعني خصوصا مختصين في الكباب إيراني كباب كوبيدة وتكب الروب لحم وعندنا تكب الروب دياي وكباب دياي وأكلات الإيرانية والحمد لله نانو أكثر شيء بنفكر في الزبائن وأقل يعني بالماديات صح بس نانو نفكر في زبون وفي المتعم تول بعمرك يعني في فايدتنا وفي الزبون نعم هيا نعم لأننا لازم يعني ننتج شيء الزبون يرجع للمتعم وياخد مرة ثانية مرة واحد وخلاص يعني شو الإشي اللي ميزكم أيضا يعني وخلاكوا تكسبوا ثقة المواطنين فيكم لأننا نتول بعمرك باللحم لما أنا بناخد الحمد لله اللحم تازج ونشتغل بالكباب والكباب يوميا تازج مو عندنا الكباب ما الأمس والحمد لله أنت لما زي أنت مشاهد في المتعم نعم أنا بساعة ثلاثة الظهر بنخلص التكة وكباب ومن بعد ساعة خمسة بنجدد كل شيء ومن ساعة ستة فاتين لم تعمل ساعة دهشر وكل شيء تازج يوميا يعني ما عندنا مثلجة لشان بتحط في الثلاجة وكل ما بتحط في الثلاجة أكيد يتغير تعمه بس هذا المميز نتكلم عن أنواع اللحوم الموجودة عندكم ومن وين بتستوردوا؟ والله اللحوم لما ناخد أكثر شيء لهم محلي والدجاج نفس الشيء يعني أكثر شيء بنجيب من فجيرة إن نضبعهم مني في المسلخ في الميناء وتعرف عقل تكة تكة بالروب نانا بنسويه هنا يعني بناخد اللحم وبنحطهم في الروب أكل شيء تسع ساعات في الروب بيكون نعم نعم أستاذ أبو محمد يعني نتكلم شوي عن الموظفين الموجودين عندك والصف والكفاءات الموجودة عندك عاي أساس تختارهم موجودين؟ الموظفين والكفاءات الموجودة نعم نانو ترى التباخ عندنا تباخ إيراني وعندنا الاستاف مثلا مثل النظافة والسحون غسيلة السحون والفلبينيين عندنا والهنود يعني الحمد لله كم جنسية موجودة عندنا نعم موسيقى 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 رجل الأعمال المستثمر الإيراني في إمارة أبوظبي الأستاذ قفران محمد لو أردنا نتحدث هناك وجدنا سمعة وشعبية عالية مطعم ومشابي دبي للكباب الخاص السؤال كيف جاءت هذه الشعبية؟ والله هذا من الله سبحانه وتعالى وبعد نحب الناس كلهم خصوصا شعب الإمارات شعب رؤوف وكريم ونحبهم وخصوصا شيوخنا متواضعين والله يحفظهم أو يبعد عنهم كل الشر نحن الحمد لله لما نشتغل هنا بالذمير والشيء لما بد ومن خاف مقام ربه جنتان ربنا بيأتي جنة وفي الدنيا لما بتخافنا الله سبحانه وتعالى ربنا بيأتيك محبة للناس هذا في الشغل لنا الحمد لله ما نغش في شيء ولا بنجيب شيء بيكون رخيص كل شيء رقم واحد عندنا وانت تعرف تشوف وبخصوص الرز والأكلات كل شيء حتى السلاطة كل شيء تازج ما عندنا حتى مالساعة ما عندنا يعني سلاطة أنا بنحط نفس الوقت ما نحط في الثلاجة حتى يتغير تعمهم لشان تشيري الناس يحبون كل شيء على تازج هذا أبو حمد وجدنا أنت حضرتك بتشتغل في إيدك واقف على الكاش وتشتغل ما شاء الله عليك أنت اللي بتقوم في إدارة هذا المطعم يعني تحديد صحيح؟ نعم لازم نخدم الناس لأن المتعم فيه أجرين أجر الدنيا وأجر الآخرة أجر الدنيا هو فلوس بتاخد وأجر الآخرة لازم يكون بسمتك في زباين وزباين اللي ما بيجون عندك كأنه لما يدخلون في المتعم كأنه يدخلون في بيتك لازم تحترمهم لشان تشيرينا نقوم الواجب طب أمرك نعم أستاذ محمد يعني نتكلم شوي في هذا البرنامج برنامج كله نزايد عن حياة المغفور له بإذن الله طيب الله فراش الشيخ زايد بن سلطان طيب الله فراش عن مكارم الشيخ زايد وانت عايش على الماضي والحاضر في دولة الإمارات يعني وانت إلى 35 عاما يعني ما يقارن نصف قرن في هذه الدولة يعني عن مكارم الشيخ زايد ماذا تحدثنا؟ شيخ زايد رحمة الله عليه يعني شخص نسوي كل خير لكل الجنسيات يعني الحالي أنا عندنا أكثر من 200 جنسية في دولة الإمارات والله نفتخر لأننا عايشين في دولة الإمارات وعايشين بين أولاد شخ زايد رحمة الله عليه ابنها الزايد وكل ألف سنة ممكن بيجي شخص مثل شخ زايد الله يرحمه يعني كثير شخ زايد الله يرحمه والقوانين هنا يساعدونه علشان نحن نوصل لهذا الدرجة نعم هي في من كل النواحي يعني في أي مكان بتشوف حتى في الإجارات في كل شي هم وقفوا معنا الله يزيهم خير الله يحفظهم أولادهم أبناء الإمارات وهم متواضعين هم يعني هم السبب الأخلاقهم السبب لأن شجعنا لأننا نحن نستمر في مجال الشغل أستاذ محمد يعني نأخذ منك أيضا رسالة وكونك مستثمر إيراني في دولة الإمارات العربية المتحدة ونعتز ونفتخر بيك يعني رسالتك للمستثمرين الخارج اللي يريدون الاستثمار داخل هذه الدولة وشو بتنصحه والله البلد أحسن يعني شيء المستثمر يحتاج بكون يعني يحب يكون هذا موجود معه الأمن والأمان يعني البلد ما فيها الأمن والأمان بإذن الله سبحانه وتعالى هو كل شيء بإذن الله سبحانه وتعالى ثم يعني شيوخنا الكرام هم وقفوا معنا وفي الخصوص الأمن والأمان نحن نفتخر بهم يعني بالشيوخنا وأبناهم الله يحفظهم وبالنسبة هذا نريد يعني أي مستثمر لما يبقى أي شيء يبقى يستثمر في دولة الإمارات إن شاء الله ما بيخسر وكذلك نحن 35 سنة ما خسرنا وسهل لأن التجارة فيها خسارة ورباح هذا من الشخص أما من الأمن والأمان يعني أشياء لما أنت تعتمد عليه هنا في الدولة محتمدة والحمد لله في أمن والأمان وفي الاستثمار استثمار يعني بيني وبينك في العالم هو رقم واحد لأنه نان شوفناهم يعني أي نعم السادة أبو محمد يعني أكيد متزوج يعني ولديك من الأبناء وأكيد دوري الزوجي مهم بحياتك نتكلم عن أبنائك ماذا عملوا وماذا درسوا وأكيد هل حدا متثل مثل أبو محمد يعني؟ والله يزيك الخير نعم عندي أولاد هم درسوا الحمد لله عندي اثنين جامعي وواحد لسه في المدرسة نعم الله يحفظك الحمد لله يعني ترى نهنو نعلمهم لأنه شوف الدرس والحقيقة هو درس درس أوكي بعد في شيء يعني الأولاد لازم بتعلمهم كيف كانوا أبناهم يعني أباهم كيف كانوا أباهم علشان هم لازم يشوفون الأب يتعلمون منه نعم والحمد لله نهنو في مجال الشغل حتى بنكلمهم يعني بنعطيهم الترائق كيف شو يسوون كيف علشان النجاح شو شو لتريقة النجاح لازم بتخبرهم وهم يعني نريد نفهمهم نعم نعم نتكلم عن سر نجاحك في دولة الإمارات الربية المتحدة ما هو سر نجاحك؟ والله السر نجاح هنا تول بعمرك اعتماد الله سبحانه وتعالى وتوكل الله في بداية وثاني شيء الدولة الله يزيهم خير ما قسروا معنا وفي كل النواحي ما قسروا معنا نعم والحمد لله ولازم تشتقد مثل ما خبرتك وليس للإنسان إلا ما سعى فإن سعيه سوف يرى نعم السيد محمد نتكلم شوي هنا عن نعمة الأمن والأمان وكما تعلم والكل يعلم من دولة الإمارات العربية المتحدة تنعم في منظومتين نعمة الأمن والأمان عن هذه المنظومة ماذا توجه رسالة للشيوخنا وحكامنا دولة الإمارات العربية المتحدة على هذه النعمة؟ والله هذا يعتبر شيء عظيم بالنسبة لنا وربنا يحفظهم وما قسروا معنا بالنسبة لأمن أنا مستثمرين بيني وبينك والله يزيون الشيوخ ويحفظهم يتول بعمارهم والمات والله يرحمهم يدخل الجنات إن شاء الله جنات نعيم والله هم ما قسروا وإلى اليوم المتين جنسية اللي ما يعيشون جنب بعد هذا شيء يعني مستحيل وهم سووه نعم والحمد لله قادرين على كل شيء ربنا يحفظهم إن شاء الله وأيضا لا ننسى جنودنا البواسل المرابطين حول ثغور وأمن واستقرار هذه البلد من أجهزة الداخلية والأجهزة الخارجية والأمن والأمان يعني الدائما نسر يسر الليل ونهارا على حفاظا على أمن واستقرار هذه البلد يعني ماذا توجههم رسالة عبر قناة سامر الخليج والله والله يحفظهم وينتسر ربنا ينسرهم إن شاء الله نسرا عزيزا مقتدر ونتمنى إن شاء الله لكل بلد البلاد المسلمين النسر والعز وإن شاء الله ندعو لهم ليلا ونهارا والله يحفظهم ويردهم إلى ديار يمسالمين آمنين إن شاء الله أبو محمد هل من رسالة أخيرة عبر قناة سامر الخليج لمن شئت والله يا رسالة نحن أول شي نشكركم على هذا الزيارة وربنا يحفظكم واجزاكم الله خير نتمنى لكل الناس في مجال الشغل لازم يعني يتوكل الله سبحانه وتعالى وكل شيء بيد الله سبحانه وتعالى يعني ومن يتوكل الله فهو حسبه وربنا بيأتيه إن شاء الله طبعا عزاء المشاهدين يعني لا يسعنا لتقدم بجزير الشكر والعرفان إلى رجل الأعمال المستثمر الإيراني قمران محمد صاحب ومدير عام مطعم ومشاوي دبي للكباب الخاص في شارع الفلاح مقابل البلدية أبوظبي كل الشكر والتقدير واتمنى لكم التوفيق وكل عام وانتم بخير والوطن بخير وقائد الوطن بخير ونشكرك على دعمك السخي لهذا البرنامج الوطني الهاتف شكرا جزيلا جزاكم الله خير ربنا يحفظكم ما قسرت الله يحفظكم إن شاء الله شكرا جزيلا للمشاهدة شكرا جزيلا للمشاهدة شكرا جزيلا للمشاهدة شكرا جزيلا للمشاهدة عشت لحاجك للأبد عشت لشعب ما يبيغير في هده يا بلد في خدمتك كنا جنود عن مجدك وعزك نذود سلحنا عن معامل وارواحنا تدى الحدود في خدمتك كنا جنود عن مجدك وعزك نذود سلحنا عن معامل